هنا بدوار بوجمع ببلدية حسبو نيفة تنتشر محلات بيع اللحم الحمراء غير المراقبة والتي يقبل عليها المواطنون نظرا لانخفاض أسعارها دون علمهم للمخاطر التي تنجم عنها أيهم بوعوا كما نقولون بوعوا ماشي على ربعة يجوا عندنا صحاب العراء صحاب الجنازة يدوا علينا بزيف صحاب الأستوران بوعوا لهم الدوارة الكبداء يجوا هنا يدوا كل الصباح يجوا يدوا علينا هذه التجاوزات نقلناها للمصالح المختصة التي بدورها اعترفت بصعوبة القضاء عليها خاصة أنها في كل عملية مدهمة تجد تلك المحلات مغلقة خاصة الحمراء الغير مراقبة من طرف البياطرة لكل حال عملية هذه نقوم بها دائما ولكن يصعب تطبيق تحافي الميدان لأن المحلات هذه بعد الوصول الأعوان تقعنا كلها تصبح محلات مغلقة ولكن نحن نعرف كثب إن شاء الله باش نحاولوا وعلى الأقل نقلصوا منها من قلص نقضي عليها نهائيا عمليات في عمليات لكل حال بالتنسيق مع مصالح الأمن وينتم حجز كميات منها أكثر ما يشجع هذه المظاهر هو جهل المواطنين بمخاطر اقتناء هذه اللحومة على صحتهم مما وجب التصدي لها في أقرب وقته